بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا رجعنا اليوم نتكلم عن مشروع عملي هذا المشروع حيلخص كل اللي أخذنا في موضوع الادوبي اكس دي احنا مشينا معاك ضمن سلسلة من الدروس طويلة تكلمنا فيها عن كل المبادئ الخاصة بتعلم برنامج الادوبي اكس دي في تصميم واجهات المستخدم مرنا على الادوات مرنا على المزايا مرنا على الخصائص اليوم تعالوا نمشي معاكم في موضوع هذا المشروع خلينا نتكلم عن هذا المشروع عن الادوات اللي استخدمناها في هذا المشروع كيف وصلنا من البداية الى النهاية حتى وصلنا لهذا المشروع اللي موجود امامكم تعالوا نشرح باختصار شديد عن هذا المشروع المشروع هو عبارة عن Natural App تطبيق عن الطبيعة بنعكس فيه الطبيعة لاحظوا أول نافذة هذه الستارت ويندو ستكون لديه فيها مينيو سيكون لديه هنا آيكون خاص بالسيرش لاحظوا هنا أننا استخدمنا موضوع البن حتى نعمل هذا التدرج في موضوع القطعة الفنية اللي بتكون في الهيدر لاحظوا فيه عنده هنا كان الشادو هنا دخلنا في موضوع الخط وقسمنا خط واثنين وثلاثة بحيث أنه يتحكم في الأحجام والخصائص لهذه الخطوط هنا كان فيه رسمة تعكس الطبيعة هذه رسمة عبارة عن زهرة معينة أو عبارة عن شجرة صغيرة حطناها وعطناها أوباسيتي بحيث تكون تتماهى مع لون الخلفية وأيضا عملنا هنا كمل موجود في الأعلى ولكن بنعكاس وبظل مختلف هذا الظل كان لونه أصفر ولكن هذا الظل كان لونه أبيض وحطنا مجموعة من الآيكونز نفس الفكرة عملنا للمنيو عملنا شاشة نافذة ولكن وضعنا في هذه النافذة مربع موجود هنا وعطينا هذا المربع أوباسيتي بحيث يترك ظل على الخلفية وضعنا هنا مجموعة من الأيتمز واستخدمنا هنا الريبيت جريد بحيث ننكرر هذه الأيتمز اللي هي تعكس اللينكس على كل واحدة من هذه الأرت بورز هنا في نهاية المطاف وضعنا أيضا مربع صغير بحيث لو ضغطنا على هذا المربع نرجع للصفحة الرئيسية اجينا في الصفحة هذه نفس الفكرة عملنا سيرج انجين اللي هو موضوع المحرك البحث وضعنا محرك البحث في المنتصف وأعطينا نفس الشاشة اللي كانت موجودة هنا ولكن اجينا في هذه النافذة وضعنا هنا مجموعة من الاعتبارات الفنية واستخدمنا فيها البنت بحيث انه نترك هنا مجال يكون فيه عندي رسم حر يعبر عن شيء من الخضار وكذلك في وضعنا خلفية وعطناها أوباسيتي لنفس الشجرة اللي موجودة في الأعلى وضعنا بعض النصوص حتى نعمل الانفورميشن سكرين ثم انتقلنا على موضوع الناتشر اول هذه الصفحة وضعنا فيها نفس الشيء اللي موجود هنا كان فيه نوع من التكرار ولحظوا معي طالما انا باكرر انا استخدمت لابراري خاصة بهذا التطبيق وحنشرح موضوع اللابراري وكيف احنا نحط الكمبوننس هذه ونعيد استخدامها وكيف احنا نعمل ميزة كبيرة جدا في موضوع توحيد المعايير في التصميم يعني لو اجينا نغير لون هذا ممكن نغير على كل الهيدر لو اجينا نغير على لون معين من هذه الألوان في موضوع البوتونز أو في موضوع الايكونز هذه بنغير على كل الايتمز الشبيهة بهذه الكمبوننس لاحظوا معي هنا استخدمت موضوع ممكن يكون شبيه بالزر واستخدمت موضوع الايكونز لاحظوا هنا فيه عندي مجموعة بوردرز مع مين مع هذه الايكونز لاحظوا انا جمت مصادر هذه الايكونز من المصادر اللي احنا شرحناها في الاربع مواقع اللي بتعطي free icons وهي موجودة عنا في فيديو حتلاقوه في صندوق الوصف وجينا هنا ولكن هنا تكلمنا في اطار مختلف نوعا ما طالما انا دخلت على موضوع البيرد جبت جناحين الوينغز الخاصة بالطائر جبت الطائر هنا واخدت منه جناحين معينة برضو استخدمت البينتول حتى وصلت لهذه الجناحين وضعتها كخلفية في هذه النافذة وعطيتها opacity بحيث ان يكون في عندها كلام في الاعلى وجدت هنا نص معين وهنا ايضا استخدمت repeat grade بحيث ان انا اضع icons مع تعريف لهذا الايكونز او مسمى لهذا الايكونز وضعت في هذه النافذة مجموعة من البيردز او مجموعة من الطيور وسميت هذه الطيور بحيث تكون هذه مدخل على ان انا ادخل لكل طير على حدة دخلت على الطير هذا اللي هو crane bird وعطيته صورة اكبر وعطيت هنا مجالات ان يكون في عندي like و dislike و love و share وجدت هنا حطيت information اللي هو اسم الinformation كtitل وجدت جنبه حطيت icon وحطيت هنا محتوى وجدت هنا برضو قسم اخر عملته الweather برضو حطيت في icon وتحت حطيت مجموعة من icon حتى تعبر عن الاربع فصول وجدت هنا في قسم اخر location وضعت صورة خاصة بالlocation وقلت انه هذا الطير وين موجود موجود في china وافريقيا وفروسيا وجدت هنا ايضا في الميم وحطيت مجموعة من الصور ولاحظوا الصور هنا موجودة في اطارات جميلة فيها من الظل بالاعلى وفي الاسفل ولاحظوا فيه عندنا في الخلفيات موجودة الوينغز اللي احنا رسمناه بالpin tool وحطنا في الخلفية وعطنا opacity وكررناه ايضا في الخلفيات وفي النهاية كان في عندي الايكون هذا اللي بترجعني على الهوم وبترجعني خطوة للخلف تعالوا نشوف هذا الكلام كله اللي احنا صممناه اشتغلنا فيه من الصفر في استخدام الادوب اكس دي وروح نعملنا بروتوتيب يعني ربطنا هذه النوافذ مع بعضها البعض باستخدام البروتوتيب تعالوا نشوف ننفذ هذا البروتوتيب من الستارت منيو او من الستارت ويندوز تعالوا نعمل play حتى نشوف كيف كان هذا التطبيق امامنا لحظه هاي التطبيق بدي public ترجع عندي على nature menu لو بده اروح الarc سفتحت على صفحة له عن الف على الانفو ال هوم باجن ال Legends ال هوم باجن الى ال هوم باجن فعلى الموقع أبدا إلى التطبيق لو بدأ أرجعба الخطوة الخلف خلف البيرز قمت الطاقة البيرز أرد غرفه دعيزتو لاحظة تفاصيل الأمامي فيها information فيها الوذر الطقس فيها location فيها الميمو فيها كل هذه الصور الموجودة عندي لو بدي أرجع خطوة للخلف هينرجعنا خطوة للخلف لو هنا أنا بدي أروح على search هينروحنا على موضوع search وهكذا هيك احنا اعملنا تطبيق ممكن هذا التطبيق يستخدم في موضوع في موضوع جمع المتطلبات في موضوع انه احنا كيف نختبر هذا التطبيق قبل ما تتم عملية التنفيذ وهذا هو الغرض من استخدام البروتوتيب ومن الوصول لانه ننتجي بروتوتيب هذا البروتوتيب كلفنا يمكن يومين عمل ولكن لو احنا فعلا بدنا نبرمج هذا التطبيق حيكلفنا أشهر عمل وحيكلفنا كلفة كبيرة جدا ولذلك وجدت البروتوتيب حتى نختبر تطبيقنا ونختبر فكرتنا ونعكس متطلبات المستخدم في هذا البروتوتيب ونروح في لمرحلة الاختبار وحتى نتأكد انه احنا فعلا عكسنا المتطلبات على هذا التطبيق ولا في عندنا متطلبة للسعب بحاجة لاستزادة وبحاجة لا تطوير حنظلنا نطور في البروتوتيب وناخد من البروتوتيب خبرة المستخدم ومحتياجات المستخدم حتى نصل لأفضل بروتوتيب ممكن وهيك احنا بنكون استخدمنا وحققنا الغرض الأساسي من استخدامنا للبروتوتيب بتمنى انه يكون هذا محفز ومشجع انه ننتظر الدروس حتى نمشي معاكم من الصفر نمشي نافذة نافذة صورة صورة ايكون ايكون حتى نصل فيكم لنهاية هذا التطبيق ويكون هو فعلا البداية اللي ننطلق فيها لتجربة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم باستخدام برنامج الادوب اكس دي اللي هو حيمكنني من رسم اليوزر انترفيس كومبوننت ومن تصميم هذا التطبيق كما شاهدناه انتظرونا في الحلقات القادمة وفي السلسلة اللي حنمشي فيها من البداية للنهاية وحنشرح فيها كل ما تعلمنا ونراجع في كل ما تعلمنا انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته